نكلم عن كل ما يميز النادي الإسماعيلي وأهم نقاط الضعف والقوة في النادي الإسماعيلي وبعض النقاط التاريخية كده زيكا دكتور الحمد لله تمام وبرك كله تمام الحمد لله خلينا نبدأ في المواجهات المباشرة مع النادي الإسماعيلي أيهم يا تفوق؟ هل النادي الأهلي يا تفوق أم النادي الإسماعيلي؟ طبعا تفوق أهلاوي في المواجهات المباشرة ما بين النادي الأهلي والإسماعيلي تفوق أهلاوي واضح يمكن النادي الاهلي لعب مع النادي الاسماعيلي 114 مباراة النادي الاهلي كسب 59 مباراة من 114 يعني بنسبة 51.7% من المتشاط النادي الاهلي كسب تمام النادي الاسماعيلي كسب 22 مباراة من 114 الفريتين اتعدله 33 مرة النادي الاهلي جاب 167 هدف بمعدل 1.5 هدف في المباراة الواحد الاسماعيلي جاب 93 هدف فطبعا تفوق أهلا واضح ولكن طبعا التاريخ حاجة ومباراة بكرة برضو عايزين نبقى تركيز فيها اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه على مدار المباريات الأخيرة من سنة 2010 نادي الأهلي بيواصل سلسلة لا هزيمة من النادي الإسماعيلي من يوم 21 نوفمبر 2010 نادي الأهلي مخسرش من نادي الإسماعيلي لعب وتواجه 11 مباراة نادي الأهلي كسب 7 وتعادل 4 فبإذن الله إن شاء الله المسيرة دي تستمر بكرة بإذن الله تمام أكبر الهدفين بقى للأهلي والإسماعيلي يمكن أكبر الهدفين أحمد مكاوي كابتن أحمد مكاوي 10 أهداف على النادي الأهلي كابتن صالح سليم تسعة أهداف منهم سبعة في المباراة واحدة كابتن محمد بركات تسعة أهداف منهم ستة مع الأهلي وتلاتة مع الإسماعيلي دول يمكننا تدفين عشرة تسعة تسعة أو النجوم اللي لعبوا للفريقين